كيف أعده الله تعالى إعداداً كريماً هائلاً فلما انتقل أبوه وانتقل جده عوضه الله تعالى بعمه الكافل الطوض الشامخ أبي طالب ولما انتقلت أمه عليها سلام الله أكرمه الله تعالى وأكرم السيدة فاطمة بنت أسد به صلى الله عليه وسلم فكان يقول أنت أمي بعد أمي إن كانت لتخب أولي الطعام طبيعي إن الواحد يتربى في بيت عمه ومع أولاد عمه يعني لو الواحد وصل إلى درجة امتياز يربي ابن أخوه جي ابنه ويبقى كده يعني كتر ألف ألف خيره إنه يعامل أولاده كأولاد أخيه اليتامة لكن إنه يفضل ابن أخيه أن يفضل ابن أخيه اليتيم على أولاده وكان رجلاً أنا قلت في اللقاء الماضي كان رجلاً معيلاً وكان مقلاً في المال كان عنده كام أبو طالب كان عنده أولاد كتير كانش سيدنا علي طبعاً لسه تولد لكن كان أبو طالب عنده طالب وعقيل وجعفر وجمانة وأمه هانئ وسيدنا علي يعني في الطبيعي بقى لو أنت خدت كل الأولاد يعني ستة فطول عمره عنده أولاد وقليل المال فكانت السيدة فاطمة بنت أسد مات أبداً ما يبدأ حد في الطعام ألا ما سيدنا النبي يحضر يعني لما يجي محمد ناكل طيب ولما يكلوا الأولاد أو تسيب لسيدنا النبي مناب تاني مناب زايد لسيدنا النبي عليه الصلاة وكانت تقول إن كان الطعام لا يكثر وإن كان الطعام لا يزيد الطعام بيزيد والطعام بيكتر ببركة وجود هذا الصبي الكريم على الله سبحانه وتعالى فكانت تعرف أن له شأناً ولذا أسلمت وحسن إسلامها وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكرم وبهذا الجود وكان كما قلت نزل إلى قبرها واتجع فيه وكان يقول أمي بعد أمي فعاش النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البيئة الحانية عوضه الله تعالى بإخوة أعزاء لم يكن له إخوة سيدنا النبي أم ماتت بعد أبيه وأبو مات ووفط أمه فلم يكن له إخوة فصار هؤلاء الأعزاء إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام وعز ويعتز بها كان له مع سيدنا جعفر دلال كان له مكان كده سيدنا جعفر عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني للسيدة أمهانئ بقى الدلال كله مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يا كفي أن يهو يقول لها أجرنا من أجرت يا أمهانئ أخته تربى معاها بنت عمه ولما ينزل ساعة الفتح المبارك لم ينزل إلا في بيت أم هانئ بنت عمه ويغتسل عندها ويصلي صلاة الفتح أو صلاة الشكر أو صلاة الضحى ثمان ركعات في بيت السيدة مين أم هانئ وتقص لنا الروايات الحديثية في بعضها أن إسراءه صلى الله عليه وسلم كان من بيت السيدة أم هانئ فأم هانئ دي عجيبة خالص لها عند النبي مكانة عظيمة جدا وربنا رضاها آخر رضا ببركة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيعيش في هذا البيت كريما عزيزا له إخوة أشقاء أحبهم وأحبوه وأقبلوا عليه وكان معه أيضا سيدنا الحمزة أصلا أخوه من الرضاعة أرضعتهما مين لقولنا في الأول خالص سويبة مولاة أبي لهب ده سويبة جارية عم أبي لهب أرضعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عدة رضاعات قبل أن تأتي حليمة وأرضعت سيدنا الحمزة اللي هو أخوه أبو لهب الصغير ومن جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى أخوه من الرضاعة وهو في الوقت ذاته إيه؟ عمه ترجمة نانسي قنقر